نقش على إحدى الصخور فيما تبقى من جدار سد مأرب القديم مكتوب فيه كربئيل بين بن يثع أمر مكرب سبأ بن ياء يعتقد أن هذا النقش كان بمثابة حجر الأساس أو اللوحة التذكارية التي عادة ما نراها اليوم عند تنفيذ المشاريع التنموية ويعتبر السد مأرب أحد أقدم السدود في العالم وكان يروي ما يقارب 24 ألف آكر أي ما يقارب 98 ألف كيلو متر مربع عده الباحثون معجزة تاريخ شبه الجزيرة العربية ولكنه ليس الوحيد الذي بناه السبائيون وليس الأقدم إذ أظهرت الآثار أن السبائيين حاولوا حصر المياه والاستفادة من الأمطار منذ آلاف السنين والسد الشهير نفسه يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد الحديث عن السد القديم يطول وقد تحدثت عنه الكثير من المصادر والقنوات والصحف والدوريات لكني سأضع الخيار أمام متابعي الأكرم فإذا طلب مني الحديث مطولا عن السد وتاريخه ومراحل بنائه ومن الذي بناه فسأحاول القيام بهذه المهمة وإن كانت صعبة بغض النظر عن المعلومات التي غالبا ما نجدها متاحة على الإنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر